من هنا تبدأ النقطة الأكثر وينارة من عام دبلوماسية الرئيس محمد الشيخ الغزواني زعيمان أوروبيان يحطان الرحالة في العاصمة واكشوت في عز انتشار كورونا في البلاد وآخران يطلان عن بعد وفي الحدث ذاته يحضر الهدف الذي لم يكتب له أن يكتمل والشيخ الغزواني يلح من جديد من أجل إعفاء الديون بشكل كلي ليست ديون موريتانيا فقط ولكن ديون الخمس بالساحل والقارة بشكل عام ويتجدد تلكؤ المانحين يرى عدد من متتبع المشهد أن قمة واكشوت لم تكن ناجحة بما فيه الكفاية في توحيد الأولويات فبدأ التركيز مشتتا البعض يرى أولوية القمة فيما تحققه من مكاسب اقتصادية تساعد دول المنطقة في تحدياتها المتشعبة أن إعفاء المجونية ليس فقط إعفاء ما يسمى الفوايد أو إعفاء جزئي بل لازم أن يكون إعفاء كامل ولكن لا يكفي حتى هو بحد ذاته لازم إنشاء بشارع جديدة وضخ أموال في الاقتصاد فيما ذهب اهتمام آخرين إلى الهدف مباشرة دون كبير تركيز على الوسائل إحياء الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الموريتانية الصينية كان حدثا ديبلوماسيا آخر أكدت الصين خلاله عملها على أن تتعزز العلاقات وتتطور وهو الحدث الذي جاء في ظل دفء مشهود في العلاقات بين البلدين والذي ترجمته المساعدات الصحية المتتالية وترجمته مشاركة الرئيس الموريتاني عن بعد في مؤتمر للحزب الشيوعي لكنها إحالة ملف شركة هونغ دونغ إلى لجنة تحقيق البرلمانية والتي أكدت أن خروقات وتجاوزات كبيرة شابت شكل الجانب الضبابي من الصورة حيث حذر سفير الصين في نواكشوت من أن يحطم التحقيق آمال المستثمرين الصينيين السفير نفسه الذي أكد أن الرئيس غزواني بات محل ثقة على المستوى الدولي واصفا القمة التي ترأسها في نواكشوت بالنصر الديبلوماسي عربيا تكاد تختزل زيارة الرئيس محمد الشيخ الغزواني إلى الإمارات الجانب الناجح فمنها عاد بسبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبملياري دولار ما بين هيبة واستثمار وهو ما لم يتكرر في زيارة إلى السعودية رغم تشابههما في السياق وربما الاهداف دون النتائج أما خصمهما قطر فقال وزير خارجية موريتانيا إن قضية الأزمة معها ستحل بطريقة موريتانية خالصة دون أن ترشح للعلن خطوات عملية في ذلك الاتجاه باستثناء الدبلوماسية الرياضية التي لم تمت حتى في عهد الرئيس السابق وفي القضايا المغاربية تكاد تتصف السياسة الموريتانية بالتوازن لا جديد في الموقف من الصحراء الغربية كما ركزت موريتانيا على ضرورة حل الأزمة الليبية دون الخوض في التفاصيل وكدة في أكثر من مناسبة أن استمرار الأزمة هناك هو السبب في تدهور الأوضاع في منطقة الساحل المنطقة التي كانت موريتانيا وسيطا في حل إحدى أكثر أزماتها تعقيدا الأزمة السياسية والاجتماعية في مالي 2012 وهي الأزمة التي تلوح منذ يونيو الماضي نذر تكرارها دون مسعى معلن للحل حتى الآن من الدبلوماسية الموريتانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة